القدس تنادينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دائما في فلسطين تنادي فلسطين تنادي اشتقينا هذا الشعار من نداء الله الواحد الأحد فلسطين تنادينا اليوم لكي نقوم بواجبنا اتجاه هذه الأرض المباركة وهذه الأرض المقدسة التي كتب الله إمامتها وإمامة مسجدها ووراثتها ووراثة شرفها وعزها لهذه الأمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم فلسطين تتعرض إلى هجمة خطيرة جدا إذا تحدثنا عن غزة فاليوم غزة سكت عنها العالم وهي تتجرع اليوم في مرارات الحياة إذا حدثتكم اليوم ما يحدث في غزة يشب منه الولدان أن هذا الشعب المحاصر واليوم الذي دام حصاره أكثر من 15 سنة تفتك به الأمراض تفتك به الجوع تفتك به المشاكل الاجتماعية يعني الناس اليوم لا تجد حتى ما تسد به رمق الحياة اليوم هناك بطالة كبيرة لأن العالم الذي كانوا يخرجون إليه حرم منه اليوم الناس تموت بسبب أمراض مستعصية لأن مستشفيات غزة غير مؤهلة لكثير من العمليات ولكثير من التطبيب في هذا المجال لأن أهلها محاصرون ولا يستطيعون أن يخرجوا إلى مستشفيات العالم وما إلى ذلك من المآسي التي يتعرر لها أهلنا في غزة إذا تكلمنا عن الضفة الغربية اليوم كيف قطعوها وجزأوها وكيف يتعاملون مع أهلها وكيف يسلبون في أراضيهم ويقطعون شجرهم ويقتلون أطفالهم وما إلى ذلك من اليوم والأسر اليومي وإذا تحدثنا عن الأسر وما يعانونه في سجونهم يوميا الظلم التعديات يعني الأسر عندما نتكلم نتكلم عن الرجال نتكلم عن هناك أسر نيساء وأيضا والأخطر والأمر من هذا نتكلم عن الأسر الأطفال أسر الأطفال يعني اليوم بعض الأسر الأطفال دخلوا دخلوا للسجن 13 سنة اليوم راح في عمرهم 21 عام يعني أنتم ما وين لقيتوا وين لقيتوا أي بلد في هذا العالم يروحوا يددوا طفل من الابتداء يقرى سنة يدرس سنة الرابعة ابتدائي أو الخامسة ابتدائي يأخذونه من قسمه ومن وسط زملائه ويأخذونه للسجن بحجة أنه رمى الحجارة على الكائن الصهيوني السيارات العسكرية الجيب وما إلى ذلك أين رأيتم في هذا العالم كيف يأخذون الطفل من حضن أمه إلى السجن بحجة أنه تعدى على القوات الإسرائيلية يعني الطفل يتعدى على القوات الإسرائيلية كل هذا يحدث الآن كل هذا يحدث وتوثقه الكاميرات ويعني إذا تحدثنا عن القدس كيف يعاني أهلها اليوم من تهديم البيوت من عدم السماح لهم ما يسمحوش الواحد يعني إذا حدث أي شيء في بيته أنه يرمى بيته يعني يظهر لك شق هكذا في الجدار لا يجوز لك أن تشتري كيلو من الإسمنت لكي تسد هذا الشق هذا الشق وإذا فعلت فتتعرض إلى غرامة مالية كبيرة إذا بنيت صور هكذا تريد أن تحمي به بيتك فيطلب منك أن تهدمه بيدك مع غرامة كيف اليوم يمنعون الناس من مزاولة أعمالهم اليومية كيف ينشرون في وسطهم المخدرات الخطيرة يعني لشبابهم وإذا تحدثنا عن المجل الأقصى اليوم كما يتعرض له زوار بيت الله أو عمار بيت الله أو المصلين أو العمال الموجودين حتى النساء اليوم حتى النساء وإحنا أخي الجزائرين معروفين بالنيف ومعروفين بهذا الأمور يعني أنها من المحرمات من الخطوط الحمراء رأينا تلك الجزائرية التي هي من يعني هي مقيمة في فرنسا يعني عندها الجنسية الفرنسية ولكن أصولها جزائرية عندما ذهبت تعبد ربها في المجل الأقصى كيف أخرجوها من المسجد ونزعوا خمارها وطردوها من المسجد أليست هذه الأفعال وهذه الأعمال تحرك فينا النخوة والشرف وتحرك فينا بأننا أمة ننتمي إلى هذا الصرح العظيم يعني لما نشوف ذلك النساء يعني يهنى وهم ساجدات يضربنا وهم يعني يحفظنا في القرآن ويصولنا كرامة المسجد الأقصى شبناهم كيف يجرهم من الشعور التاح كيف يهنوا فيهم أين عزة الإسلام وأين شرف الإسلام وأين ذو الانتماء ورها الرجل هذه اللي نحن اليوم نتغنى بها أي رجولة هذه المفروض أنت المسلم علمك رسولك ونبيك صلى الله عليه وسلم إذا انتهك عرض أي مرأة في الأرض فواجب عليك أن تدافي عنها ولو ميت في تلك اللحظة لحشرت مع الشهداء هي العرض انتعك ما نفهموش العرض إلا أختي وزوجتي وبنتي وعمتي وخالتي لا 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 المسلم معني بكل عرض حتى ولو كانت يهودية ومسيحية وظلمت أمامك وأريد لها أن تقتصب أمامك وميت من أجل هذا تحشر شهيدا إحنا ربك قالنا حرب الظلم مش الحرب الظلم اللي يقع المسلمين فقط ربك قالنا طعمه اطعم المسكين والفاقين ما قال لكش لازم المسكين والفاقين يكون من أمة محمد ومن أمة لا إله إلا أي إنسان جائع ويطلب منك أن تطعمه مهما كان الديانته مهما كان عرقه مهما كان لونه لو أطعمته لوجدت ذلك عند الله أجرا كاملا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا نقول لا سيدي المسكين والفاقين هذا من المسلم والأسير من المسلمين كائن مسلم يأسر مسلم الأسير دائما يكون من الكفار ما هذا إذا أطعمته فالله يعطيك الأجر نحن نعبد رب العالمين الرب الذي خلق الناس وخلق الكون وخلق ما نعلم وما لا نعلم هذا الذي نعبده وهو الذي أمرنا وهو الذي أمرنا فعمرنا ما اسمعنا بالليه المسلمين ضيعوا حقوق الآخرين نحن نحارب الظلم أينما وجد سواء الذي تعرض له مسلمون أو غير مسلم سواء الذي تعرض له مسلم أو غير مسلم سيدنا عمر بن الخطاب استرجع حق القبطي من ابن عمر بن العاس عمر بن العاس هذا قائد كبير هو الذي رزقه الله وفتح مصر كاملة قضاع الوجود الروماني امبراطورية كاملة كانت قائمة في مصر قضاع لها سيدنا عمر بن العاس ما شفعت لهش لم تشفع له لأن ابنه ضرب القبطي القبطي هذا مسيحي ما وش من ديانتنا خلاص ولما اشتكى لعمر قال عمر كلمته المشهورة التي يعني دوت العالم متى استعبدتموا الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا نحن اليوم نحارب اليهود في فلسطين ليس لأنهم يهود لا 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 من قال هذا بل بالعكس اليهود كانوا يعيشون في الجزائر وفي أيام الخلافة الإسلامية كانت حقوقهم مظلومة حقوقهم مظمونة من الظلم من الاعتداء من كل شيء أي كانوا اليهود يعيشون في الجزائر في كل ولو تحدثنا مع آباءنا وأجدادنا يحدوننا حتى وإن كانوا ساكني قال عايشين معنا ما يدن لهم واحد ما يضرمهم واحد عندهم نفس الحقوق نفس كل شيء نحن نحارب اليهود في فلسطين لأنهم تعدوا علينا أمرنا ديننا أن نحارب الذي اعتدى علينا فقط أما الذي لا يعتد علينا فحرام علينا أن نعتد عليه بحجة أنه يهودي أو مسيحي أو بوذلال من قال هذا ديانة محفوظة ديانة الناس محفوظة في إسلامنا عمرنا ما سمعنا أحنا باللي يكاين فاتحين إسلامين أجبروا الناس على اعتناق الإسلام لا خلاهم الإسلام وصل للهند خلا حتى البوذين البوذين اللي عبدوا البقر والحجر والشجر خلاهم مهم عندهم جزية عندهم مبلغ من المال يدفعوا والمبلغ المالي ليه يدفعوه يدفعوه لحمايتهم ولأمنهم مش يدفعوه ظلما هكذا إيه تاوى نعرف قيمة الدين الذي ننتمي إليها اليوم نرى نتحدث على فلسطين نتحدث على أمتنا نتحدث على أقصانا على قدسنا علش نحن نبخلوه على انفوسنا باش نتأدي عمل كبير علش جايين اليوم نحن نخلين الشيطان يلعب بينا وهو يحددنا الأولويات كثير من الناس لما نتكلموا معاهم نقولوا نغيثوا شعبنا في فلسطين يقول لك عنا أيتان في الجزائر وعنا فقراء في الجزائر وعنا 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 من قال غير هذا من قال غير هذا ولكن نحن تعلمنا نحن تعلمنا بأن ديننا بأن ديننا يقول لنا بأنكم معنيون بهذه الأمة معنيون بهذه الأمة فليالله سبحانه وعزه لما جاء في صورة البلد وتكلم عليه هذه الآلية مرة واحدة في القرآن وهي لغة آلية الإختحام القرابة تتغير هنا تتغير وما أدراك ما العقابة فك عقابة أو إطعام في يوم ذي مسغبة الإطعام هنا مقروم بالشدة مقروم بالمجاعة مقروم بالحصار مقروم معناه ربي قال لك لحبي تتمر الصراط يوم القيامة عليك بفك الرقاب فك الرقاب تدخل تدخل للجنة بأمان أو تطعم أو تقدم الطعام للناس لعنهم المجاعة لعنهم الظلم لتعطي الاستعمار قال أو يتيماً ذا مقربة شوف القرابة الآن والرحت شوف القرابة الآن والرحت فليهذا اليوم نحن نتاجر مع الله سبحانه وعز وجل نتاجر مع الله سبحانه وعز واجل أنا عندما أتاجر مع الله سبحانه وعز وجل أنظر ما هي التجارة التي اختارها الله لي ربي عنده سلع كثيرة ولكن هو والذي اخترنا هذا التجارة قال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم نحوسه نسيكم من عذاب جهنم من هذا الذي يريد أن يدخل النار حتى هذا الكافر والعاصي والمشرك لو تصف له النار يخاف منها وكل مننا يرجو رحمة الله فها هو ربك يدلك عن التجارة التي تنجيك من عذاب أليم هذا العذاب هذا ما فيه شرك أكيد من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا هو المفتاح الإيمان واشبع أن تؤمن بالله أنك توحده ولا تشرك به شيئا على الإطلاق لا ندى لا شبيه لا ولد لا زوجة ولا نهائيا تنفيها الأمور نفيا قاطعا وتثبت شيئا واحدا بأن الله واحد الأحد ثم تقر برسالة محمد بأن محمد رسول من طرف الله لهذه الأمة أو رسول العالمين خلاص كي تعجب هذه الخطوة تروح الآن إلى دائرة الإنجاز ما هو الإنجاز الذي اختاره الله لكم من عدة إنجازات أنتم مأمورين بها تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هذا ربي يقول لكم هذه الحاجة اللي خيرتهاكم وذو الخير التعكم والناجاة التعكم والفلاحة التعكم موجود في هذا وشوف المحاسن الصدف مش صدف يعني بمفهوم الصدف قال جات هكذاك لا أقصد بالصدفة أنا أن الله أعطى الفرصة للناس جميعا للمؤمنين يقول للناس للناس الذين يعني يؤمنون بأن الله واحد أحد يعني ما تقرش تجاهد وانت ما كش مؤمن قرش نقول له له واحد شهيد وهو لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ما نلعبوش بالدين نحترموه نقدروه كذا قال والله قال هذا إنسان مات من أجل حق وما تكره ولكن لا تستطيع أن تحشره في زمرة الشهادة الشهادة عندها الشهادة عندها قواعدها عندها أصولها عندها قذا تقول لش تجيب لي واحد انتا الآن تقول لي شهيد وهو لا يؤمن بأن الله واحد أحد وبأن محمدا نبيا ورسولا ما تقدرش ما نلعبوش بالعقيدة العاطفة والجياح والسياسة ما ندخلوش في السؤال أحدهم مغي كاذي أحكام أنزلها الله شرائع أنزل الله أقرها الله الشهادة لا تجوز أن تقول لإنسان بأنك شهيد أو شهيدة إلا إذا كان يؤمن بأن الله واحد أحد وبأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا شيء اتفق عليه الجميع فيش اختلاف في هذا الموضوع لا خلافة في هذا الموضوع ثم ثم تأتي الأمور أخرى بعدها قل ما شيت قل ما شيت قل ما شيت بعدها أما في مجال العقيدة وفي مجال التوحيد لا نجوز أن نقول فلان شهيد وفلان شهيدة ما لم تكن أقد أقرت بالتوحيد بتوحيد الله وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم نحن نمشي بهذه الخطوات ثم ماذا ثم نطرح للأعمال يعني ما من عمل صالح في هذا الأرض تخدمه وأنت لا تؤمن بالله بأنه وعد أحد هذا يوم القيامة يقول الله لهذه الأعمال كوني هباء منظورة مع أن تحتقيم يوم القيامة لا يقيم الله له من قيامة وزنا لهذه الأعمال الأعمال التي لها وزن يوم القيامة هي الأعمال المقرونة بالتوحيد اللي تكون تأتي بعد التوحيد مباشرة فالله سبحانه وعزه قال عندما يحسن إيمانك بالله ورسوله أحسن تجارة تاجر فيها مع الله وأحسن قرب تقربك إلى الله هي الجهاد في سبيلها والجهاد له أمرين لماذا تقول إن جهاد كالرب يذكر أمرين في الجهاد ما تغرب لهك لهك إما تجاهد بمالك والمال ينطوي تحته الإعلام ينطوي تحته الدعوة ينطوي تحته لأنه ما كانش إعلام بدون دراهم ما كانش دعوة بدون مال ما كانش ما كانش كل حاجة تتحرك تحتاج إلى مال تدير فيلم تدير شريط هذا كله مال لما تدير تغطية لما تنقل صورة هذا كله مال كله يدخل في المال بمالك سبق المال على النفس والجهاد بالنفس نحن اليوم ما هو المسخر لنا في أرض الجزائر تجاه فلسطين نحن لا نستطيع أن نذهب نقاتل في فلسطين الآن وهم أصلا لا يحتاجون مقاتلين الآن في فلسطين لأن الشعب الفلسطيني جاهز اليوم نلقيت بقى لنا أن نجاهد بأموالنا نجاهد بأموالنا أن ننفق المال على المشاريع الموجودة مشاريع كثيرة اليوم موجودة في فلسطين أنك اليوم تكفي أبناء الشهداء الشهداء عاكم تعرفوا في فلسطين كل عرب فيها شهداء هذا كلداتهم أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم من لهم لهم الله ثم أمتهم ثم أمتهم لما تكفل أنت ابن الشهيد وتكفل له زوجته هذه قوة لذلك المجاهد الذي هو الآن على الثغور لما يشوف هو وليداته وزوجة الخوه اللي استشهد قبله تشوفوا مكفولين ومعزوزين هل يزيدوا دافع على الاقتحام دافع على الجهاد دافع على الشهادة يقول لك الحمد لله أنا عندي أمتي من ورايا بعد الله الواحد الأحمد تحميلي ولداتي وتحميلي زوجتي وتحميلي أهلي من الضياع هذك الأسير الذي أوسره ومحكوم عليه بربعمائة سنة وبخمسمائة سنة وبخمس سنة وبخمس سنة وبخمسين ألف سنة يا أخي يا أخي اليهود يمدوا الألقام الذي لا يستصيقوا عقلي هما عندهم العقل اللي يهودا لو كان لهم عندهم عقلي حكم وله واحد ربعمائة سنة كين واحد يقعيش ربعمائة سنة في عصرنا هذا يعني في عصرنا وما نعرف يعني كل العالم المؤبد عبر العالم خمسة وعوة سنة تسمع بالقاضي حكم عليه وعاد مؤبد معناه حكم عليه بخمسة وعوة سنة إلا اليهود الا دولة الكيان الصيوني الوحيدة في هذا العالم المؤبد اتهى تتسعة وتسعين سنة واحد محكوم عليه باربع معبدات وعاد بعشر مؤبد وبوعد بخمسين مؤبد اضرب هذه الخمسين مؤبد في تسعة وتسعين تخرج لك ألف سنين حتى عندما يموت يموت الأسير ما يعطوهش الأهل وحنا مهما كان محكوم عليك بالمؤبادات في النهاية كيموت الإنسان يعطوه الأهل ويددوا يدفنه هما لا هما دارين مقبرة الألقاب يدوا يدفنوك حتى تكمل السنوات اللي حكموا لك بيعطوك الأهلك ممكن الوقت اللي يعطوك الأهلك يجدوك وقد وجدوك رميم حتى العظام وما ننجدوه هذا هو الغيل لليهود وينلقيتم في هذا العالم كان ألف وخمسمائة طفول في السجن اليومين هذا في أمرها مربع طاق سنة تخيلوها فيه أنفسك تخيلوه أنك أولاد أمامك مرها في السجن وتحوسينهم القيامة تقول لي أنا أنجا لأنني بنيت جامع لأنني بنيت مدرسة قرآنية لأنني كذا أربي سبحانه وعزيزي هو العمل الصالح اللي قالك تنجى من عذب ألم لا تفلسفش مع ربي سبحانه وعزيزي هتقول ليش أنا خدمت الخير علمك القرآن يجب أن تنتهج ما انتهجه ربك ما تختارش الدين هذك من الحب التاء نحن نرى في وقت اليوم لازم هذو الناس أصحاب الأموال ولا الدعاة اللي يدعو الناس للخير يجب أن يتعلموا الأولويات اللي وضحها ربي سبحانه وعزيزي من حسن فقه المرء أنه يتعلم الأولويات كايش منها أنت إمام يطلع في خطبة المنبر لا يدعو للأقصى ولا يشير للأقصى هذا إمام هذا أي إمام هذا اللي خطبته كاملة جمعات كاملة يعني خاليا من ذكر المسجل الأقصى خاليا لما يحدث في فلسطين وهو يعلم بأن فلسطين آية قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة كثير من الناس حيوم القيامة خاصة الدعاة والعلماء اللي غايب عليهم هذه الآية رح يحشرونها عميان ما يشوفوش والله ما يشوفو قال ربي لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة أنا ربي كنت نشوف في الدنيا على حشرتني أعمى اليوم قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ما تنسى واش من الآية اللي راننا ناسينها واش من الآيات اللي راننا ناسينها في الزمن هذا التعناه احنا نتكلم والهجيننا قبل السبعة وستين ما كانواش معنيين بهذه الآية صحنا معنيين ما السبعة وستين ليومين هذا احنا معنيين بالآية تقدر تنفي انت تقدر تنفي باللي المسجد الأخصى آية من آيات الله تقدر تنفي القدس بأنها أرض مباركة مقدسة تقدر تنفيها رح رح هايدي كان عندك صورة إسرع تقدر تنفي المعارك تعال أولى والآخرة تعال وعد الأولى والآخرة باللي رب يذكرها في القرآن سيدنا عمر فتح بيت المقدس ولم تذكر في القرآن صلاح الدين الأيوب يحرر فلسطين ولم تذكر في القرآن ولكن المعاركة اللي نعيشينها الآن هي أحد الوعدين إما وعد الأولى إما وعد الآخرة لأن القتال مع بني إسرائيل قتالنا مع بني إسرائيل هو موثق بآيات في كتاب الله لما دي خطبة أو تدعو فوق المنبر وما تدعو في فلسطين أنت نسيت هذه الآية فستحشر أعمى يوم القيامة خلونا نكون صراحاء مع بعضنا البعض اليوم إحنا هذا الجيل بتاعنا هذا جيلنا معني بهذه الأولوية قبل سبعة وستين ما كانوش معنيين بها يعني الفلسطين لأن القدس كانت فيه دي المسلمين أنا قليش نقول اليوم أنا المكة آية والمسل النبوي آية ولكن هذول عم فيه دي المسلمين الحمد لله ما هل نحن مش مشكلة ما نسينا همش بل بالعكس كل هم نزورهم عمره حجات كذا 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 بصحة المسلم الأقصر نسيينه نسيين زيارته نسيين تعبد فيه نسيين قيمته نسيين وصية رسول الله اتجاهه ألم يقل اشتروا زيتا وأسرجوا كناديره هذا عمر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا عمر الحبيب المصطفى من تكونوا أنت حتى تفتي كما تريد أنت فلما نروحوا للأغنية يقولي الشيخ خدمته الخير الخير اللي تخدمه الذي دلك الله عليه واللي جعله ربي في القمة حبيت تنجم العذب الألم ها هاو الخير اللي قاله ربي خدمه تجاهد في سبيل الله الجهاد الأنوي الموجود موجود في فلسطين موجود في فلسطين الجهاد تقفى فلسطين متفق عليه مكايش عالم يقدر يقول بلي مكايش جهاد في فلسطين الآن لأن الجهاد في فلسطين افتبه رسول الله لا تزل طائفة من أمة الظاهرين على الحق أصحاب حق ولما قالهم قالهم في بيت المقنس هو أكنا في بيت المقنس الجهاد تقفى فلسطين اللي هم يقدر حتى وعد يزعزع حقيته أو يمس مصدقيته فنسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا دائما إلى الفقه السليم والعمل الصالح الذي يؤهلنا إلى النجاة يوم القيامة إلى ذلك اليوم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة